موجز لهم الأخبار مع هالا شكرا شازلي التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر كانت وستظل دائما سندا وعونا للسودان خاصة خلال الظروف الدقيقة التي يمر بها وخلال استقباله نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار والوفد رفيع المستوى المرافق له أكد الرئيس السيسي أن وقف الاقتتالي وإطلاق النار بشكل دائم وشامل وبدء عملية الحوار السلمي هي الأولويات التي ينبغي تكثيف الجهود من أجل تنفيذها مشددا على قيام مصر ببذل أقصى الجهد لتحقيق التهدئة وحقن الدماء ودفع مصاري الحل السلمي ودعمها الكامل للسودان وتماسك دولته ووحدة وسلامة أراضيه ثمن الرئيس عبد الفتاح السيسي الشراكة المثمرة والتعاون البناء بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والصناعات التحولية والرعاية الصحية جاء ذلك خلال استخبال الرئيس السيسي الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية مختر ديوب حيث أكد الرئيس السيسي حرص مصر على الاستمرار في تعزيز الإصلاحات الهيكلية بما يساعد على تعزيز دور القطاع الخاص وتوفير مناخ إيجابي لكافة المستثمرين وأسواق المال العالمية وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول مختلف أو جهل علاقات بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية ودور المؤسسة في دعم أولويات التنمية في مصر عقدت رابع جلسات الحوار الوطني لمناقشة المحور السياسي ناقش المشاركون دور العمل الأهلي ومحوريته بالنسبة للفئات الأكثر احتياجا حيث أوضح المشاركون أن دور التحالف الوطني للعمل الأهلي أحدث قفزة نوعية للعمل الأهلي في مصر مشيرين إلى ضرورة الاستفادة من هذه التجربة ونقل الخبرات من الجمعيات الأهلية الكبرى إلى الجمعيات الأصغر يوقد اليوم في جينيف المؤتمر الدولي لدعم الاستجابة الإنسانية للسودان يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه الجيش السوداني وقوات الدعم السريع التزامهما بهدنة إنسانية مدتها 72 ساعة تم التوصل إليها برعاية سعودية وأمريكية وقال الجيش السوداني في بيان له إنه على الرغم من التزام الجيش بالهدنة إلا أنه سيتعامل بالرد الحاسم حيال أي خروقات يقوم بها الدعم السريع خلال مدة سريان الهدنة وينص اتفاق وقف إطلاق النار على السماح بحركة وإيصال المساعدة الإنسانية دون عوائق في جميع أنحاء السودان قالت روسيا إن معارك ضارية اندلعت عبر ثلاثة قطاعات من خط المواجهة في أوكرانيا وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن كييف استعادت إحدى القرى في منطقة زابوريجيا جنوب أوكرانيا وأن القوات الأوكرانية تتحصن هناك بينما تتعرض لنيران المدفعية الروسية من جانبه أشهد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلانسكي بقدرة القوات الأوكرانية على صد الهجمات الروسية بفاعلية كبيرة بالقرب من أفديافكا إحدى نقاط القتال المحورية في شرق البلد أكد وزير الخارجي الصيني تشين جانج أن ملف تايوان يمثل التهديد الأبرز للعلاقات مع الولايات المتحدة وقال وزير الخارجي الصيني عقب محادثات مع نظيره الأمريكي أنتني بلينكين في بيكين إن العلاقات بين بيكين وواشنطن في أدنى مستوياتها منذ عام 1979 من جانبه أعلن البيت الأبيض أن بلينكين أجرى في الصين محادثات صريحة وبناء تويجت إسبانيا بطل للنسخة الثالثة من بطولة دور الأمم الأوروبية لكرة القدم بفوزها على كرواتيا بركلات الترجيح بنتيجة خمسة أربعة في المباراة النهائية التي أقيمت في هولندا وانتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بين المنتخبين ليحتكمان لركلات الترجيح حيث تألق أناي سايمون حارس مارما إسبانيا وصد ركلتين ترجيحيتين ليمنح منتخب لاروخا لقبه الأول في المسابقة ويعتبر هذا اللقب الأول لإسبانيا بشكل عام منذ تتويجها بكأس أوروبا عام 2012 انتهى مجزو التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل